الفلسطينيون كما كثير من الإسرائيليين كلاهما استفزته خطوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إتمار بن غفير إثر اقتحامه باحة المسجد الأخصى وليست هي المرة الأولى فقد سبق لبن غفير زيارة الموقع بصفة متكررة منذ دخوله للكنسة لكن زيارتها وهذه كوزير ربما قد تنجم عنها تداعيات غير محمودة العواقب وهو ما قد تنبئ باندلاع انتفاضة عنيفة وشيكة شبيهة بالانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اشتعلت عاقب زيارة زعيم المعارضة أنذاك أريال شارون عام 2000 سريعاً توالت الردود المدينة للزيارة بن غفير لساحة الأقصى إذ اعتبرت الرئاسة والحكومة في رامالله الزيارة استبزازاً غير مسبوقة وتهديداً خطيراً لساحة الصراع على الصعيد العربي الموقف ذاته عبرت عنها الخارجيات الأردنية إذ أن عمان هي صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس واعتبرت الاقتحام خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي الأمين العام لجامعة الدول العربية أدان اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى معتبراً أن ذلك يعد استباحة للحرام القدسي وعدواناً على القبلة الأولى للمسلمين كما نددت الخارجيات السعودية بالممارسات الاستبزازية معتبرةً ذلك يتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية أيضاً دانت الإمارات بشدة اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير لباحة المسجد الأقصى بالقدس دولياً لم يكن الموقف الأمريكي أقل حدة فواشنطن حليفة إسرائيل أكدت أن تعارض أي إجراء من شأنه الحاق الضرر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس ومثل ما هو جاري العمل به تتوالى أو تتوالى السلطة الفلسطينية إدارة باحات الأقصى في القدس الشرقية وهو أمر لا تعارضه السلطات الدينية اليهودية التقليدية في إسرائيل ومع ذلك فزعيم القوى اليهودية المدعوم من نتنياهو لا يكترث بالعرف القائم في الأماكن المقدسة فبن غفير معروف بعدائه العلني للعرب وفي وقت سابق دعا إلى طرد فلسطيني الداخل المعروفين بعرب إسرائيل وضم الضفة الغربية ليس هذا فحسب فالرجل كان يعلق صورة في منزله لمسلح قتل 29 مصليا فلسطينيا في مسجد عام 1994